أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوظيف كافة الإمكانات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه في الدولة المصرية لضمن وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العادي منها وخلال لقائه مع وزير المورد المائية والرأي لمتابعة ملفات عمل الوزارة أوضح مدبولي أن تطوير منظومة إدارة المياه يهدف لتحقيق مستهدفات الدولة في إنجاز المشروعات القومية الكبرى وفقا للتكلفات الرئاسية في هذا الشأن وخاصة ما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك طبقا للبرامج الزمنية المخطط لها